اغلب الاشخاص حقا لهم انهم يقرروا القرارات مو اغلب الاشخاص اكشيري كل الاشخاص لهم الاحقية فانهم يقرروا جميع قراراتهم ويتخذوها بالطريقة اللي تعجبهم وهذه من الاشياء اللي المفروض الواحد يسويها بس فيه ناس ما يقدروا يتقبلوا النقد فيرجعوا يغيروا قراراتهم وما يسويوا شي اللي يبغوا هذا دليل انه هما بيتأثروا بغيرهم من الاشخاص لمتى وكيف وليش هذا الشي اللي رح نتكلم عنه مع مستشار التطوير الشخصي استاذ طراد بس سنبه الاهلا فيه هلا 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 يا هلا فيه كيف حالك الله سعدك استاذ طراد الموضوع ده انت عارف يعني انا بقولك متحمسة انه اعرف اكثر عنه انه هذا الشي ناس كثير يقعوا فيه ودائما تحسهم يبغوا يقرروا او يسويوا شي مهم في حياتهم بس دائما الناس متحكمين فيهم ليش اول شي اباكي ترجع تشوفي الحلقة هذه معادة وتشوفي شكلك انت لما قالت لك الدكتور سميرة انت جميلة شوف انت داخلين مفتكري اليوم انت مش بتصوير لا لا بس بقولك ليش كل الناس تتأثر بالكلام صحيح مين خير البشر صحيح مين الانسان اللي ربنا غسل قلبه واختاره وعرج فيه الى السماء وابتعثه وختم فيه الانبياء كلهم لا كلمة ايجابية تجيك فانت تتأثر فيها بالضبط فخير البشر هو الانسان هذا النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم يتأثر صحيح ففيه ايات في القرآن ربنا بيصبره فبيقوله فاصبر على ما يقولون صحيح ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون النبي الثاني موسى عليه السلام معروف بشدة وقوة الجسدية وشدة فيه يعني في مواقف كثير فيقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني هذه من اثار ضيقة الصدر نحن قلنا ولقد نعلم انك يضيق صدرك الكلام يضيق صدرنا صحيح وحيانا انعكس على كلامنا نبدأ انت اتأتي ما نقدر نتكلم كويس لما يكون فيه ناس حولنا ونقطة مهمة ثانية يمكن اخذتها في كورس مع أستاذ علينا عجاج سوت تجربة انفجاعنا من قوة تأثير الكلام حكينا عن التجربة ايش سوت في التجربة جابت واحدة من المتدربات خلتها تمد يدها الاثنين واعطتنا ظهرها يعني الانسانة هذه اللي عليها التجربة وجهها على الجدار ما هي شايفتنا فبتقول لنا اعطوها مشاعر سلبية يعني ظنوا فيها ظنون سيئة تخيلوها في اي حاجة خطأ فكل واحد عاد ما شاء الله الخيال مو بخير حقيقة وهي مادة يدينها الاثنين كيف بدون ما يتكلموا بدون شيء ولا كلام ولا حاجة طيب مسكت يدها نزلتها على طول نزلت قالت هاي خليك زي ما انتقلت لها ثابتة رجعت كلمتنا بس تقول لنا كده مشاعر ايجابية حبوها دعو لها سوولها اي شيء وبصوت واطي هي مي سامعة ولا شيء ما هي داري عنه ولا حاجة نفس البنياء ادمى بنفس التجربة مسكت بيدينها الاثنين بتحاول تنزل يدها من رضي تنزل يدها يدها مشدودة وقوية انا اول كنت افكر بس افكاري انا اللي تنعكس انا صدنت اللا حتفشي كيف هذه اشياء بنعطيها في دورات تدريبية وانا صارت في تجربة انو خلاني مدرب مد يدي دكتور يوسف الخضر رائع مدرب كويتي وجه له تحية خلاني يا مد يدي قل لي فكر في فكرة سلبية ما تبغي الناس يعرفوها فكرة عنك انت موقف سلبي حاولي نزل بس قل لي الان تخيل ان كل ناس هذول عرفوا عنها نزل يدي على طول نزلت قل لي طب اتذكر موقف ايجابي وخليك واقف واتذكره حاولي نزل يدي ميرضى تنزل احنا بقول انا فكرت بس افكارنا احنا اللي تأثر على انفوسنا اما انسان جنبي انا ممكن اؤثر فيه بدي الطريقة فهذا كلا يعني شيء صراحة كان جدا صح بس ما تشوف احيانا النقد بالعكس ممكن صح لقد ما يجيك نقد ويجيك مشاعر سلبية مو اذا الشيء ممكن يرفعك الطريقة كيف بتوصلني فاكرة المرة اللي فاتت لما قلنا على ساندويتش تكنيك يلا صح امدح الشخص في نفس الشيء اللي تبغى يعمله بعدين حط له التعديل اللي تبغى تشوفه ولو كان كذا هيطلع اجمل وانت ما شاء الله عليك فنان صح لبسك جميل ولو كان مثلا فيه خاتم هيطلع اجمل مثلا صحيح في كل تصمتها ان شاء الله مرة ثانية بس خاتم بس خاتم فالفكرة مرة ثانية عرفنا وتأكدنا ان المشاعر لوحدها بيتأثر على نفسيتنا وعلى طاقتنا صحيح والكلام بيأثر علينا بشكل اكبر طيب يعني ليش هذا النقد أوكي يعني بدل ما احنا نستخدمه بطريقة يعني أوكي فيه ناس تحسهم يتأثروا انا ما بتأثر هل فيه طريقة انا ما خلي ذالشي يأثر فيها طبعا انتي قلتيها لدكتورة سميرة برضو لما جاء قارت على كم حاجة وسوه وأعمله قلتي اقرأ كيف الواحد فعلا هذه النقطة من اهم الاشياء يعني مثلا انتي قرأتي أو داخلتي دورة في موضوع التقديم وشرت تتقدمي قدام الناس جاتك وحدة عمرها ما طلعه على التلفزيون ولا تعرف اي حاجة عن الموضوع قالت المفروض انك تطلي في الكاميرا هذه ما طلي في الكاميرا هذه طلي الكاميرا يعني عافة لما تكون بتقولك كلمات بعيدة تماما عن اي واقع انت شايف الكاميرات وعارف اي كاميرا وبتتكلم والمخرج معاك على السماعة وبيقولك في اي كاميرا بيكون فالموضوع مختلف تماما صحيح فهنا انت لما تكوني عارفة وعندك المعلومة وعندك الوعي ما رح تشغلي نفسك صحيح ما رح يأثر فيك انتقاد الانسان الجاهل بشغلك او بعملك صحيح فهذه اول نقطة دفاعية انا ابنيها اني اكون اتعلم انه يكون عندي وعي اكثر انه يكون عندي ثقافة اكثر قول اللي تقوله شكرا ليش الناس بتخاف ليش الناس بتخاف من الانتقاد ليش يعني هل هو خوف من انه تنهز صورتنا هل خوف من بريستيج ايش الخوف اللي احنا يعني جوتنا ما احنا عارفين اش هو رحم الله امرو مذبى عن نفسه الغيبة طيب في موقف للنبي عليه الصلاة والسلام خارج مع احدى زوجاته في الليل وراحوا لقضاء حاجة وهم راجعين شافوهم اثنين من الصحابة دار وجههم ومشيوا فناداهم على رسلكم انها صفية بنته حيي ترى زوجتي فلانة مو بس زوجتي زوجتي وفلانة لا احط نفسي في المكان اللي ممكن الناس تظن عني او يطلعوا كلام ليش حادثة الافك لما طلعت وطلع الكلام وطلعت الإشاعات صارت بلبلة كبيرة في الوسط المدينة كلها وهذا شيء يأثر أثر على النبي علاقته مع زوجته أثر على عايش رضي الله عنها وراحت وتصير مشاكل كبيرة جدا الكلام مهم احنا بنقول كلامنا ما لك في كلام الناس اوكي لا تتأثر فيه بس مهم انك تباعد عن نفسك الشبهات طيب لمتا يعني ما تحس انه انت تباعد عن نفسك الشبهات هذا الشيء حيضيق عليك وتحس انه طيب انا عايشة المين للناس انا مو عايشة لنفسي لا ممتاز احنا نبغى نوصل لمرحلة انه اذا انا عرفت اوضحة النظرة الخاطئة اللي ممكن تتاخذ عني وبعدتها ووضحتها وانا عارف بيني وبين نفسي انا بعملها ليش واعملها لأي سبب وشي اللي اقصده فيها يعني يا ابن تيمية عالم رائع معروف انسان قارئ مرة ثانية نقول عنده علم وضح وجهات نظره كانوا بيهددوا يقول لك الوالي سيسجنك قال ماذا يفعلوا اعدائي بي سجني خلوة طب كويس خلوني الحال كده اختلب نفسي واكتب وتعلم واقرأ نفي سياحة حتسفروني برا البلد يلا تمشى يا جمال الشخصيات اللي ازي كده قتلي حتقتلوني يلا شهادة اموت شهيد فلما توصل لذي المرحلة ما رح يأثر فيك كلام الناس في نفس الوقت اللي ما اجيب لي نفسي كلام الناس صحيح اتجنبها يعني احاول جد ما اقدر ما اسوي حركة معينة واجي اقول والله هم افكر كده عشان سوي طب انت تجنب ذا الشي بس في ناس انا هذا اللي اقول لك انه في ناس احس يكونوا اقوية اوكي بس تجيهم ردة يقول لك خلاص انا ما اهتم ما اهتم بس حتى الاقوية لو نقطة بتأثر فيهم شئتي ام ابيتي ستتأثر بما تسمعين انت احسن من النبي يعني رسول الله ورب نبي واسيه ويقول له فاصبر على ما يقولون ويقول له ولا قد نعلم وانك يضيق صدرك الواحد يضيق صدره بالكلام بس كيف ممكن انا اعالج نفسي مرة ثانية اعرف القاعدة القاعدة اسمها رأيه الناس فيك يعنيهم ولا يعنيك ايش يعني في ممكن حلقة قبلها طلعنا كان فيه تصرفات تعرف الصورة اللي تطلع في الانترنت جبل الجليد اللي بس عشر وطالع فوق الموية وتسعين في المية منه تحت الموية هذه التصرفات صحي التصرفات الناس هي العشر بس اللي انت شايفته صح تحتو فيه ثلاثة اشياء الشخصية البيئة والمخاوف شخصية الناس البصري والسمعي والحسي الحسي هذا اكتر واحد ممكن يتحسس من المواضيع الانتقادات لو واحد عنده كل دول فيه شخصيات فيها دي كلها ايه هم مجتمع كل انسان فيه له جزء من كل شخصيات بس البصري نوعا ما الأقل تأثرا من السمعيين ومن الحسيين ليش؟ الحسيين من رحسسين بأي كلمة نقال السمعيين أصلا عايشين على قابلنا ورأي الناس وكلامه البصريين يمكن يكونوا أقل تأثيرا النقطة اللي بعدها البيئة يعني مثلا كانت فيه قصة طلعت فيه ساعة شباب مطر انسان بتشتغل فيه عفضة الأزياء فيه أحد يشوف انه لما تقول أخوي كان جنبي وبيشاعدني ولا أبوي يوافق ودعمني هذه ناس ثانية من بيئة مختلفة يشوفوا انه ايش هذا كيف أبوها والأخوها يساعدوا؟ في بيئة الآن اختلافات اختلافات ثقافات لا أكثر ممتاز جدا فمرة ثانية شخص بيتكلم عليك كلاما وبيقول عليك كلام تعرف انه ممكن يكون بيئته مختلفة تماما نحن في مناطق مختلفة مثلا في عادات هنا تعتبر رعيب في مكان ثاني فاحنا نستوعب ونحترم الاختلافات ممتاز لكن الفكرة كيف نقدر نخلي يعني حتى في ناس ينتقدوا بس ما هم عارفين انه انتو بتنتقدوا انتو ليه بتنتقدوا يعني انتو هل ترضو ان احد ينتقدكم هل ترضو ان احد يسوي فيكم كذا هذه الأشياء اللي ما هم قادرين يستوعبوها برة ثانية ارجع اقول لك يمكن النقطة الأخيرة اللي هي المخاوف مخاوف الناس هي اللي بتأكبر محرك للتصرفات فعرفنا انه شخصية الناس البصر يسمعوا الحسي كل واحد بيتصرف بطريقة مختلفة فنا عرف اوكي هذا بصري صوته عالي ترى ما بزعك النقطة الثانية البيئة بصري صوته عالي طبيعي هذا صوته عالي وقراراته سريعة ومتهور شوي فالبيئة قلنا لها اختلاف في التصرفات اللي بأشوفها للناس اللي بيقولوا لي هي واخر شي مخاوف الناس طب من بيستهزئ فينا او من اللي بينتقدنا نقد حاد لا دع ممكن يكون شخص غيران منك شخص طفشان طفش فاضي ما عنده شيء بالضبط ممكن يكون شخص جاهل زي اللي قولنا عليها مثال التصوير ممكن يكون شخص حاقد عليك يعني نجحتي في حاجة كان نفسه ينجح فيها ممكن يكون شخص مستفيد منك ولما يشوف انك انت ممكن لو نجحتي هتروحي منه حيقول لا ترى انت ما تنفعي ترى انت هنا بالقوة وممكن نيته طيبة بس ما عنده سنوه هذول السادس او السابع الشخص اللي يحبك لكن خايف انه ممكن تتعبي او تتأثري او ممكن يعني في اي ضرر يصيبك لك وظيفة ارجع سوي الحاجة الفلانية يكون واحد يبغى يبدأ مشروع هذا شخص بينتقدك بس مو من واقع انه يبغى يكسرك ممكن اصحابك اللي حولك لو شافوك نجحت ما يبغوك تبعد عنهم في ابويا بلا مشاريع بلا من خلاله ممكن وممكن فهي دائما الواحد يحط الاشياء الايجابية اكثر من السلبية في مواضيع زي كده صح اللي قبلها انه انت تتوعى ووعى الناس اللي حولك لانك في النهاية حتتأخر لما تقول لهم كيف ينتقدوك بطريقة صحيحة وبطريقة جميلة فانت كدر تحت عشان لما يجبو لك النقطة حيجبوه بطريقة جميلة انه واو كانت اللقاء كان اليوم جميل جدا ولو كمان عملت كده حيطلع اجمل صحة هتنبسطي بعد كده هتجي تسأليهم انت هتدوري رأيهم ها ايش رأيكم كيف كان اللقاء اليوم ايش سويت ايش الحاجة المميزة ايش اللي ازيدها ايش اللي اقليلها اخر حاجة يمكن عالم المان اسمه بارهوف يقولوا يرجع حضرمي المهم فبيقول قاعدة مهمة معظم الناس يمروا بثلاث مراحل استهزاء مقاومة اتباع النبي عليه السلام مر فيها قالوا ساحر وشاعر ومجنون بعدين بدروا احد والخندق مقاومة بعدين دخل مكة بدون قطر الدم الآن يعني خمسة العالم او ستسة العالم مسلم فالفكرة انك الاستهزاءات احيانا او الانتقادات هذه ممكن تكون اول خطوات النجاح فاستمتع فيها الاستهزاءات نعم انك استهزئ بالناس؟ لا اللي يستهزئوا فيك اوكي يعني اذا احد استهزئ فيك عشان بس نحدد الموضوع انه الناجحين مروا بدي المراحل انه الناس استهزئوا فيهم في البداية قاوموهم ووقفوا ضدهم وسولهم مشاكل صحيح بعدين بدأوا يجوهم ويتعاونوا معاهم حالو طيب استثرة عشان بس بحاول اسألك الاسئلة كلها قبل ما يخلص الوات مين يتأثر اكثر في النقط في رأيك الرجل او المرأة؟ يعني قبل شوي اسمعتوا نسب الاكتئاب وانت تتلم مع دكتورة سمعية السيداتهم اكثر الله يقوينا يمكن الشخصية السمعية اكثر عند السيدات من الرجال في بصريات ومان شاء الله صوتهم عالي وجنانهم واتخاذهم لقراراتهم بس غالب شخصية النساء السمعيات يحبوا يسمعوا الكلام ويحبوا يعني يقولوا يبغوا اهتمام فأي كلمة ممكن تأثر فيها بشكل اكبر يعني رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير قالت في موقف اخر كان فيه قافلة وكانوا بيمشوا بس الفكرة انه اكثر تأثر البنات عاطفيين سيدات عاطفيين دائما يأثر وعلى فكرة على قولهنية نبيل يقلبي والله البنات تسحرهم بكلمتها يعني قدمة انه ممكن تشوفها زعلانة بكلمة ممكن ترضيها وتساعدها اتمنى الرجال بيسمعونا في هذه اللحظة ويتعلم الموضوع وممكن بكلمة هتكره حياتك بصفحة كمان طيب بصفت راد ايش ممكن تقول كلمة لللي بتابعونا حاليا تساعدوا منه كيف يتخطوا ذا الموضوع مرة ثانية بس اعرف انك تبدأ صح يعني اشياء حاجيك انتقادات في اي شي تعملوا الجاهل والحاقد وكل التصرفات اللي قلناهم او الشخصيات اللي قلنا عليهم اذا عارف نفسك بدأت على طريقة صحيحة وكيف الطريقة الصحيحة اشوف مين اللي نجح قبلي اروح اجلس معاه اتعلم منه اذا وصلت لدي النقطة فانت سيبك من كل كلام الناس يمكن اختم بحكمة او بمثل المخاوف هي الاشياء الكبيرة التي تراها اذا زحت نظرك عن هدفك انت عينك على المكان اللي تبغى وعارفه خلي ذا يتكلم وخلي ذا يقول وخلي ذا لو انا ماشي ورحت ناديتيني وانا ماشي حتعطليني الوقت اللي حاجة سأرد عليك فيه اكون وصلت صحيح استمتع استاطرت باسم بالصراحة معلومات جدا رائعة وموضوع جدا شيء يعطيك الف عاثية نورتنا مشاهدينا من هنا نطلع لفاصل قصير ونرجع لكم في سيدتي بعد الفاصل المسلسلات التركية وبعدها الكورية الى اين ستكون الوجهة القادمة سيدتي يناقش تأثيرها على متابعيها وقضايا الهروب ابرزها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة